طيب أعود للسيدة كولمان سيدة كولمان بناء على هذا التباين الذي تحدثت عنه السيدة لطيفة جبابدي هل كنت تقصدين مجتمعات معينة مثلا مثل أفغانستان وباكستان والمرأة في السعودية وإيران مثلا هل هذه المجتمعات المحافظة جدا التي تعتبر الحديث عن المرأة هو بدعة غربية نعم في الواقع الكتاب يركز على هذه المجتمعات المحافظة جدا ويخلص إلى أنها ليست علمانية ولا تتجه نحو العلمانية وأن جلب جهود النساء لتحسين الحقوق يجب أن يأخذ الدين في الحسبان من الواضح المغرب وتونس ولبنان وسوريا ومصر كما قالت الضيفة المغربية هذه المجتمعات فيها حركات نسائية أكثر تقدما وتستطيع أن تستخدم المقاربة العلمانية ولكن حتى في المغرب وهي تتحدثت عن الردوانا هذه تشير إلى الخطاب الإسلامي بالإضافة إلى المقاربة العلمانية هناك أيضا مقاربات إسلامية ولكن تركيزي في كتابي على المجتمعات المحافظة جدا وهذا ما كتبت عنه في الكتاب إيران فيها حركة نسائية متطورة جدا وفيها نساء علمانيات يرغبن في العلمانية ولكن حقيقة موقفهن اليوم هو موقف ديني وأخذين بعين هذه الاعتبار في إيران والسعودية ودول أخرى النساء يستخدمن الخطاب الديني وهو تكتيك تتجه إليه النساء بصورة متزايدة أنت قلت أن أي حركة لا تضع المعتقدات الدينية في جوهرها هي محكومة بالفشل وأوضحت في بداية هذه الحلقة أنك تقصدين مجتمعات معينة فقط لكن ألا تتناقض هذه الرؤية مع رؤية أخرى مثل علمانة المجتمع مثلا التي يتساوى فيها جميع أفراد المجتمع من نساء ورجال تحت قوانين وضعية لا تفرق بينهم أعتقد أنك أخذ ما كتبته خارج إطاره قلت في هذه الدول التي ليست علمانية وأي جهد يتجاهل الدين لن ينجح هذا ما قلته الإطار الذي تحدثت عنه هي هذه المجتمعات المحافظة جدا هذا هو تركيز كتابي وفي النصف الثاني من كتابي نظرت على وجه التحديد على هذه الدول أنا لا أتحدث عن دول علمانية ولا مجتمعات علمانية هذه المجتمعات فيها قوانين وضعية وتشير إلى حقوق النساء والحقوق الإنسان نعم وصلت الفكرة سنستأنف النقاش الجنة تحت أقدمهن كيف يمكن أن تقوم النساء بتغيير الشرق الأوسط هذا هو عنوان كتاب المؤلفة الأمريكية إيزوبيل كولمن التي هي ضيفة حلقتنا اليوم وأيضا هذا هو موضوع حلقتنا الذي ننقش من خلاله وضع المرأة في المجتمعات الشرقية خصوصا المحافظة منها أعود إلى ضيفة الكريمة في الرباط سيدة لطيفة جبابدي سيدة جبابدي سمعت ما تفضلت به ضيفاتنا وقالت أنها تقصد مجتمعات محافظة وأن هذه المجتمعات لا يمكن أن ينجح فيها أي فكر أو أي شيء دون أن يكون في جوهره الدين لكن الملاحظ أن المجتمعات الشرقية بخصائصها المعروفة طبعا تربط الدين بكل شيء خصوصا في كل فيما يعتبرونه جديدا حتى عند الحديث عن أي شيء يخص المرأة بخلاف ما هو موجود يعتبرونه شيئا جديدا في ظل مظاهر التدين الشديدة المنتشرة حتى في المجتمعات غير المحافظة نسبيا مثل المغرب ومصر وغيرها من الدول لا نتحدث عن إيران والسعودية كيف يمكن أن تنجح هذه المقاربات أولا أود التعبير عن مشاطرة الرأي للسيدة كولمان بخصوص المجتمعات المحافظة جدا مثل أفغانستان والسعودية وإيران وأعتقد بأنه لا مندوحة للحركات النسائية والأي قوة تسعى إلى إصلاح أوضاع النساء وإقرار الحقوق والتقدم في اتجاه المساواة إلا أن تمر عبر توظيف الإسلام الذي يتيح إمكانات عدة لتكريس التوجه بخصوص المجتمعات العربية الأخرى والإسلامية الأخرى نعتقد بأنه رغم تجاه نحو والتجاهات نزعات المحافظة التي أصبحت تنتشر في مجتمعاتنا ما زال هناك هامش كبير للتحرك والمطالبة واعتماد استراتيجيات للترافع بالاستناد إلى مرجعية كونية بخصوص قيم المساواة وحقوق الإنسان إلى غذلك بمعنى أنه بإمكان الحركات النسائية في هذه الدول أن تندرج دمنا رؤية حداتية ذات مرجعية كونية وليست مجبرة على أن تستند إلى المرجعية الدينية التميز الوحيد هو المتعلق بقوانين الأسرة بقوانين الأول الآن في العالم العربي والحال أن الحركات النسائية في العالم العربي بخصوص قضايا عدة مثل التمتيلية السياسية مثل الحقوق الإقصادية والاجتماعية مثل قضايا منهضة العنف تجاه النساء كل هذه القضايا لسنا بحاجة فيها للعودة إلى المرجعية الدينية حتى مع هذا المد مد الحركات الأصولية داخل مجتمعاتنا لكن فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة الإشكالية الدينية تكون دائما في قلب المعركة من أجل الإصلاح وهذا طبعا كلنا حتى الحركات الأكثر علمانية تضطر إلى توظيف الإسلام والعودة إلى إعادة قراءة الإسلام برؤية متقدمة تستحضر أساسا قيم المساواة وقيم التقدم التي يزخر بها القرآن والسنة لأن لا يمكنك أن تسعى إلى تغيير أوضاع تتم شرعنتها بخطاب ديني وبقوانين مستمدة من الشريعة دون أن تستند أنت بنفسك إلى تحييتات وإلى إسنادات مستمدة من الشريعة الإسلامية وهذا ما قمنا به نحن في المغرب نحن حركة تقدمية حاداتية لكننا في معركة إصلاح مدونة الأسرة الذي هو قانون الأحوال الشخصية في المغرب كان سندنا الأساس هو السند الشرعي وعدنا إلى القرآن وعادنا قراءته بمنظور نسائي مساواتي حداتي واستخرجنا منه كل ما مش أنهي أن يعزز مطالبنا ويعطيها مشروعية إزاءة مجتمع محافظ بخصوص العلاقات الأسرية وإزاءة أيضا كل دوائر القرار سواء المشرع أو الحكومة والتي تعتبر بأنه لا مجال لمراجعة هذا القانون دون إسناده شرعيا هذا أيضا أقوله حتى بنسبة لباقي الدول العربية ترجمة نانسي قنقر